كotherми يا رادي سيكسه! كيف تأخرين؟ اليومدينا نتعلم هي ستتاخذة فروسة أو مقفالات من اجراءة. اليومني اتعلم كيف تتنافق أو دفاع بعض المقفال. مثل فرامة 8 رقم 3 x 5 3 كيف تضربهم؟ أو اسمي يلي 11 x 4 9 أو اذا كان فيه أكثر من الأشياء أكثر من الأشياءotz إلي إليه كيف بحلها؟ ينتقل الأشياء من راجعة شوي اللي هي priority rule قاعدة الأولوية مين أقوى قوسين أو times or minus or plus. So let's start by multiplication of fraction. رح نتعلم كيف how to multiply two fractions. كيف منضربه. For example 3 over 4 times 5 over 11. عملية كتير بسيطة نضرب numerator الأولى مع numerator الثاني و denominator الأولى مع denominator الثاني وخلصت. For example, 3 بدي أعملها times مع 5 وال4 بدي أعملها times مع 11. فبيطلع الجواب 15 over 44. فإذاً اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت. وبس بالضرب وبالقصمة ما في داعي يكون عندي same denominator نفس الرقم من تحت أو مختلفين. ما نو مهم. بس بالplus وبالminus. The second example is 10 times 9 over 4. بس 10 ما فيا fraction ما فيا كسور. شو منعمل؟ حنا اتفقنا انه بس ما يكون في عنا كسور. أنا بقدر حولها لكسور وحطها over 1. كأنني عم مقسم على شخص واحد. فالتاني منعليها شوي لفوق ومنحط خط over 1. صارت معايمة اللي فوق صارت. فبعمل numerator times numerator denominator times denominator وخلصت. 10 بضربة بـ 9 و4 بضربة بـ 4. فبيطلع 90 over 4. فإذاً هاك كنت تعلمنا كيف منعمل multiplication of fractions. سنتعلم هلا كيف منعمل division of fraction. Division شوي إلى خطوة زيادة اللي هي منحول من قسمة لضرب. راح ناخد مثال. 3 over 4 divided by 5 over 11. طيب هاي دي القسمة اللي هون. أنا ما بدي أحفظ القاعدة طبعا القسمة. راح نتعلم كيف منحول لضرب. بتقلك أنا بحولها لقسمة لضرب بشرط الفراكشن اللي بعدها اللي هي 5 over 11 تقلب. شو معنات بتقلب؟ يلي فوق بيكون بصير تحت. يلي تحت بيصير فوق. طيب ويلي قبلة يلي هي 3 over 4 ما بيصير فيها شي بتضل. فإذا بخليها القسمة بحولها لضرب. 5 over 11. شو منعمل فيها؟ ما نبدله؟ ما نبدل 11 لفوق وال5 لتحت. صارت معي times. وأنا تعلمتم شوي كيف بعمل multiplication لـ two fractions. بضرب numerator مع numerator و denominator مع denominator فبيطلع معي الجواب 3 times 11 33 4 times 5 يلي هي 20. فبيطلع على الجواب 33 over 20. فإذا ما نحول لضرب وبقلب الفراكشن يلي بعدها. راح ناخد another example 1 over 5 divided by 4 over 13. تمام؟ هاي دي القسمة يلي هون. شو بنا نعمل فيها بنا نحولها لضرب. بشرط يلي بعدها بتقلب اللي الـ numerator بيصير denominator و الـ denominator بيصير numerator. يلي قبلها بتضل. 1 over 5 بتضل. القسمة بتصير ضرب. والـ 4 over 13. شو بتصير؟ بتصير 13 over 4. بدل اللي تحت لفوق و اللي فوق لتحت. هلأ بضرب ضرب عاضي. 1 times 13. يلي هي 13. 5 times 5. 4 هي بتطلع 20. 4. بارانتازي. إكسلنت. وبعدها بيجي مالتبليكيشن الضرب. بعدها الـ division. بعدها الـ addition الجمع. وإضعف الشي هي الـ subtraction. المينس. طيب أنا هون عندي بارانتازي وعندي تايمز. مين أقوى؟ بارانتازي. فإذا بحل يلي بيقلب القوسين. ويلي ما بدي حلو اللي ما قربت عليه بيعمل له نسخ. فأنا راح أول خطوة. راح أعمل حل البارانتازي. تمام؟ وx5 over 2 تخليها مثل ما هي طيب بقلب البارانتزز عندي 1 over 3 plus 4 over 3 تفقنا بالplus و بالminus لازم يكون عنا من تحت same denominator نفس الرقم تمام عندي من تحت 3 ومن تحت 3 تمام شو بعمل من فوق بقول 1 plus 4 1 plus 4 over 3 فإذا بجمع بس النوميراتور لما بيكون عندي من تحت نفس الشي فأنا بعرف انه 1 plus 4 هي 5 over 3 وx5 over 2 بتضل أنا قصة ما قربت عليها هلأ وصلت على الملتيبليكيشن شو بعمل بالملتيبليكيشن اتعلمنا انه بدرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت وخلصي 5 times 5 is 25 3 times 2 is 8 is 6 فطلع الجواب 25 over 6 اخر اجزامبل رح هناخدو 5 minus 4 عفوا 4 minus 4 over 9 divided by 1 over 2 عندي منس قسمة برايكم مين الاقوى اكيد القسمة division فاللي بدي استعماله يلي هي الفور مع الماينس بخليها متل ما هي وال4 over 9 من خليها هلأ بدي حول القسمة لضرب كيف تعلمنا من حول القسمة لضرب وبحط ضرب وبقلب الفراكشن يلي بعدها 1 over 2 بتصير بالقلب 2 لفوق وال1 لتحت وبصير معنا 2 over 1 طيب صار عندنا minus و times مين اقوى times اكيد الملتيبليكيشن اقوى يلي ما بدي استعمله شو بعمل فيه بخلي الماينس بتضل هلأ شو بعمل بالمالتيبليكيشن بضرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت 4 times 2 8 9 times 1 هي شو بيطلع جوابها 9 تمام فأيزا 8 minus 8 over 9 تمام صار معي 4 minus 8 over 9 شو بعمل أنا هون الفور ما فيها فراكشن أنا بحولها كيف بحولها بعلي الفور شوية لفوق بحط تحت over 1 حطينا over 1 صار معي كسور صار معي كسور أول واحدة denominator طبع 1 ثاني واحدة denominator طبع 9 ما بيمشي الحال شو بنعمل بنضرب أول fraction بdenominator الثاني بنضرب تاني fraction بdenominator الأولى طب بدي أضرب أول واحدة ب9 بدي أضرب فوق وتحت وثاني واحدة بدي أضرب ب1 ذلك لما بيكون عنا times 1 فيني ما حطة وفيني حطة شو بعمل هلأ منحلها 4 times 9 بيطلع 36 over 9 minus 8 over 9 صار عندي من تحت نفس الرقم 9 و 9 صار عندي شو بقدر أعمل بالنميراتور يلي فوق هلأ بعملهم subtraction شو بعمل 36 minus 8 over 9 شو بيطلع الجواد 28 over 9 فإذاً أنا هيك كون بشي بتتريج يلي هي division بعدين حولتها ل times حلات times بعدين لاحظت أنه هيدول التنتين عندهم ما عندهم same denominator وحدة 1 وحدة 9 حولتهم لحتى صور same denominator لما صار عندي من تحت 9 ومن تحت 9 قدرت أعمل subtraction نقصت صار عندي 36 minus 8 بيطلع 28 28 over 9 فإذاً ما نكون خلصنا درس الفراكشن والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر